هو دائماً صاحب مقولة From Science to Business كيف لنا أن نحول العلم إلى اقتصاد متبني دائماً أن يكون البحث العلمي قائم أولاً على حل الأزمات الآنية التي تعاني منها الدولة استطاع أن يعبر بجامعة المنصورة الحدود والقارات لتكون سفيراً حقيقياً عن جمهورية مصر العربية هو محارب بغير سيف وعالم بغير تشنج ومفكر بغير تعقيد صاحب الكلمة هو الأستاذ الدكتور معالي الوزير محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة بسم الله الرحمن الرحيم مش أطعر حضراتكم دقائق سريعة جداً نريد أن ندي الوقت للعلماء المقرمين اسمحوا لي في البداية أرحب بصديق العزيز معالي الوزير والساس الدكتور أحمد شعراوي اللي بشكره شكراً جزيلاً على قطاع جزء من وقته ونعرف كده هو مشغول وإصراره على أن يشاركنا اليوم في عيد العلم اسمحوا لي أرحب بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق وصديق العزيز معالي الوزير الأستاذ دكتور هلال الشربيني وزير التربية والتعليم السابق أستاذنا الأستاذ دكتور أحمد حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق السادة النواب أستاذتنا الفاضلة الأستاذ الدكتورة فرحة الشبناوي أستاذ الدكتور محمد سويلام البسيوني زميلة العزيزة المحترمة الأستاذ الدكتورة مجدى نصر الأستاذ دكتور حسن عتمان كل السادة العمداء ووكلاء الكليات ومدير المستشفيات كل زمالي العزاء المقرمين للنهاردة العلماء اللي جامعة المنصورة بتفتخر بهم جميعا برحب بحضراتكم وبرحب بكل الحضور الكريمة أهلا وسهلا بكم جميعا إنه لمن دواعي سروري وبالغ فخري واعتزازي أن أقف اليوم بين هذه الكوكبة من أصحاب الوجوه المشرقة بنور العلم ممن أخلصوا في العمل وبزلوا الجهد وأجزالوا العطاء فكان التفوق هدفهم والنجاح حليفهم فأصبح التكريم حقا علي نتيجههم وحيث أن التكريم على رمزيته له مردود إيجابي يمحو به أصار تعب وعناء البحث ويشعر النفس بجلال العلم ويحفز العلماء وشباب الباحثين على بزل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء كما يأتي هذا التكريم انطلاقا من إيماننا العميق بقيمة الوفاء وتقديرا للدور التنوري والحذري للعلم والعلماء وكون العلم هو المدخل الطبيعي للحياة العصرية وإن البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة قاطرة التنمية الشاملة ومعيار نهضة الأمم وتحضر أشعر السادة المكرمون إننا نحتفل بكم اليوم فإننا في الواقع نحتفل بأنفسنا وجامعتنا وهي تجني سمار جهدكم بما حققتموه من إنجازات وحصدتموه من جوائز في شتى فروع العلم والمعرفة والارتقاب مستوى النشر العلمي كما وكيفا في الدوريات والنشرات العلمية محليا ودوليا وتبوأت به الجامعة مكانة مرموقة بين أعرق جامعات العالم دمتم زخرا للجامعة على طريق النجاح والتميز سائرون ودامت بكم الجامعة متألقة شامخة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته